مباحثات البريكزيت تتوقف مؤقتاً وكبير المفاوضين الأوروبيين ميشيل بارني يغادر إلى بروكسل فالأمر بات رهنة واصل رئيس الوزراء بورو جونسون مع رئيسة المفاوضية الأوروبية أورسيلا فوندرلاين لتذليل العقبات وتجاوز الاختلافات الكبيرة حول الحوكمة وصيد الأسماك وتكافؤ الفرص تمهيداً للتوصل إلى اتفاق بين لندن وبروكسل سنبقى هادئين كالعادة وسنرى إن كان لا يزال هناك مجال للتوصل إلى اتفاق أجواء التفاؤل التي ظهرت بداية الإسبوع الماضي تبددت بفعل فيتو هددت باستخدامه فرنسا ضد أي اتفاق تجاري لا يناسبها ويمس خصوصية صيديها رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أكد أن أي اتفاق تجاري يجب أن يحظى بموافقة جميع أعضاء دول الاتحاد أجواء تأتي في ظل معارضة المملكة المتحدة لاقتراح يقضي بالسماح لقوارب دول الاتحاد الأوروبي بالصيد في المياه البريطانية لمدة عشر سنوات نحن ملتزمون بالتوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي ولا يمكن أن ننكر أن الوقت بات ضيقاً ونمر بمرحلة صعبة حيث لا يزال بعض العقبات أمام التوصل إلى اتفاق إيرلندا المتضرر الأكبر من فشل مفاوضات لبريكزيت انتقدت الضغوط الفرنسية على فريق التفاوض الأوروبي وطالب رئيس وزرائها ميشيل مارتن دول الاتحاد بمنح الفريق مجالاً لإتمام المفاوضات معرباً عن أمله في التوصل إلى اتفاق تجاري ضبابية المواقف تشي أن كل السيناريوهات مطروحة بشأن التوصل إلى اتفاق ومستقبل العلاقة بين لندن وبروكسين لكن يبدو أن مفتاح الحل بات بيد فرنسا التي تريد تحصيل المزيد من التنازلات من بريطانيا من أجل توظيفها في الداخل الفرنسي مستصر لندن الميادين